أفادت الوحدة التنفيذية للنزحين في محافظة الضالة أن أكثر من ألفين تلميذ في أوسط النزحين تخلفوا على الالتحاق بمقاعد الدراسة من إجمالي سبعة ألاف تلميذ بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وأعادت الوحدة وهذا التسرب إلى عجز الأسر النزحة عن دفع التكاليف الدراسية ولجوءهم الإضطراري للبحث عن لقمة العيش بحسب عضو الوحدة الحكومية محمد الصلاحي والذي رجح أن تكون أعداد المتسربين مرشحة للزيادة احتياجات النازحين في مختلف المقالات متعددة وكبيرة بما في ذلك قسم التعليم ها هو الفصل الدراسي الجديد يبدأ والنازحون يعانون معناه شديدة في مخيمات النازحين لا يملكون حقائب مدرسية ولا أدوات ولا مستلزمات مدرسية وهم بأمس الحاجة إلى الدعم هناك عوائق كثيرة يواجهها النازحون والطلاب والطالبات في مخيمات النازحين تتمثل في عدم المقدرة على شراء المستلزمات الدراسية وتتمثل في التوجه نحو سوق العمل وتتمثل في التوجه نحو سوق العمل للبحث عن لقمة العيش في التسرب خارق المدارس وفي هذا الصدد طالب عضو الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الضالع محمد الصلاحي طالب المنظمات الدولية والأمم المتحدة برفع وتيرة تدخلات الإنسانية في مجال التعليم بالمحافظة ومخيمات النازحين وتوفير المستلزمات المدرسية للنازحين التدخلات مقبل المنظمات الإنسانية شحيحة ومحدودة من طالب الأمم المتحدة ومن طالب المنظمات الدولية برفع التدخلات الإنسانية في مجال التعليم في محافظة الضالع وبالذات في مخيمات النازحين وذلك من آجل المساهمة في توجه الطلاب وعودتهم إلى المدارس والقضاء على ظهرة التسرب عن المدارس وتوفير المستلزمات المدرسية والحقائب المدرسية والتغذية المدرسية لتحسين مستوى التعليم في مخيمات النازحين في محافظة الضالع